في هذا الفيديو سنذهب لنزهة داخل برنامج التاجر على موقع أمازون الذي يسمى بأمازون سيلر سنترال ونتعرف على الروابط المهمة داخل البرنامج أنا الآن موجود في الصفحة الرئيسية لحسابي في أمازون سيلر سنترال أمازون سيلر سنترال هو البرنامج الخاص لموقع أمازون للتجار التي تبيع على الموقع فهذه هي الصفحة الرئيسية وسنتعرف عليها خلال هذا الفيديو نتابعوا في المربع الأول هنا يوروردرز هنا سنرى جميع المبيعات التي تتعلق في المنتجات التي أنا أبيعها بنفسي أي أنا كتاجر FBM يمكنني من خلال هذا الحساب إدارة مبيعات بصفتي كتاجر FBM أي Fulfillment by Merchant أي أنا أبيع وأشحن المنتجات وأغلف المنتجات بنفسي أو يمكنني أيضا من خلال البرنامج إدارة مشروع كتاجر FBA فهذا المربع يتعلق أكثر في المبيعات التي حصلت في حسابي بصفتي كتاجر FBM يمكن رؤية في خلال السبع أيام الأخيرة لقد بعت 25 منتج لا يوجد الكثير من المنتجات التي أتعامل معها بصفتي كتاجر FBM أي لا يوجد الكثير من المنتجات التي أشحنها بنفسي غالبية منتجاتي موجودة في مخازن الأمازون ويوجد بعض المنتجات التي أنا أشحنها بنفسي من بلادي لأنه مخازن أمازون لا تقبل بتخزين المنتج بسبب المكونات الموجودة في المنتجات هذه في المربع عن يورس سنرى الأخبار الأخيرة عن موقع أمازون Payment Summary هنا نرى المبالغ التي أمازون يرسلها لحسابي على Payoneer فانتبهوا أنه حاليا لدي 919 دولار و 76 سنت أمازون كل أسبوعين يرسل المبلغ الإجمالي المبين هنا يرسله لحسابي البايونير أيضا يمكنكم رؤية الإرسالية الأخيرة كان بعثوا أي مبلغ فهنا لقد أرسلوا 933 دولار و 26 سنت في هذا التاريخ فمن خلال Payment Summary يمكننا إدارة جميع المبالغ التي أمازون يرسلها لحسابنا البايونير يمكننا الضغط على المبلغ هنا ورؤية تفصيل كامل لهذا المبلغ وكيف تكون هذا المبلغ هنا Amazon Selling Coach كل ما يتعلق في بعض النصائح لأمازون لحسابي الخاص إما بخصوص Inventory يمكن رؤية المنتجات التي ستنتهي عن قريب أو قد انتهت وعلي أن أجدد الكمية في مخازن الأمازون بخصوص الأسعار إذا يوجد منتج معين الذي سعرته بسعر عالي Growth هنا سيبدأ باقتراح بعض المنتجات الأخرى المتعلقة في منتجات التي أخزنها لديهم واحتمال كبير أنها لدي أو يمكنني بيئها أيضا Advertising كل ما يختص في التسويق والFulfillment أيضا بخصوص تخزين المنتجات على موقع أمازون هنا الروابط الرئيسية هنا الروابط التي يمكننا إدارة حسابنا انتبهوا قبل أن أتترك لهذه الروابط سأنزل إلى تحت انتبهوا هنا بالPerformance يمكن رؤية أداء مبيعاتنا وتقييم حسابنا يمكننا هنا الضغط على Account Health ورؤية سلامة حسابنا هنا يمكن رؤية إذا يوجد رسائل التي لم نقرأها بعد A to Z Guarantee Claims و Charge Back Claims هنا إذا يوجد مشتريين طلبوا في إرجاع المنتج أو إرجاع مبلغ المنتج وهنا إذا يوجد شكاوي مهم جدا إذا هنا يوجد شكاوي أن نعالجها في الحال دون الانتظار ليوم واحد إياكم الانتظار لوقت طويل حتى تعالجوا المشكلة حلوا المشكلة بسرعة هنا يمكن رؤية السمر سيلز أداء مبيعات الحساب تبهوا أن هذا الحساب هو فقط حساب تدريبي هذا الحساب الذي نعلم فيه طلاب الأكاديمية ولا يوجد عليها الكثير من المبيعات نسبيا هنا يمكن رؤية عدد الـ Reviews أو Feedbacks على المتجر يوجد نوعين من الـ Reviews على أمازون يوجد Reviews على صفحة المبيعات أي على المنتج نفسه ويوجد Reviews أو Feedback على المتجر نفسه على المتجر الخاص له هنا نرى الـ Reviews على المتجر الخاص به هنا نرى عدد الـ Inventory Planning هنا نرى المنتجات التي مخزنة في مخازن أمازون لهذا الحساب ويمكن رؤية كم مسموح لنا أن نشحن منتجات وهنا كما ذكرت هنا الروابط الرئيسية وسأبدأ بأن أشرح عنها جميعها تبهوا بخصوص Catalog الرابط هذا يختص في إضافة منتجات جديدة إذا نريد إضافة منتجات جديدة علينا التوجه للرابط Catalog Add Product ومن هنا نبدأ بإنشاء صفحة مبيعات على موقع أمازون صفحة مبيعات لمنتج جديد غير موجود على موقع أمازون انتبهوا إذا المنتج موجود على موقع أمازون عليكم الدخول للصفحة والاشتراك هناك في الصفحة الدخول لقائمة التجار ليس عليكم إنشاء صفحة جديدة فكما ذكرت الموقع مبني ككتالوج إذا المنتج الذي تريدون بيئه موجود ومعلن في الموقع انضموا لهذه الصفحة Inventory هو بكل ما يختص في مخزوننا عند الضغط على Manage Inventory سأدخل لجميع المنتجات الموجودة في مخازن الأمازون وأيضا التي موجودة لدي إذا يوجد منتجات لدي وأنا أبيئها أي أنا بصفتي كتاجر FBM إذا يوجد منتجات في مخازن الأمازون أي بصفتي كتاجر FBA فهنا يمكن رؤية جميع المنتجات كتاجر FBA وكتاجر FBM إذا أريد رؤية فقط المنتجات التي شحنتها لمخازن الأمازون فيمكن رؤيتها من خلال Manage FBA Inventory وهنا أيضا يمكننا إضافة صفحة جديدة يوجد طريقتين يمكننا إضافته بشكل يدوي أو من خلال ملف CSV هنا أيضا Manage FBA Shipment هنا كل ما يتعلق في إدارة الرزم التي شحنتها لمخازن الـFBA ورؤية كم العدد المنتجات التي استقبلت وكم عدد المنتجات التي لم تستقبل هل يوجد منتجات التي تضررت هل يوجد مشاكل معينة يمكن رؤيتها في Manage FBA Shipment فهنا كل ما يتعلق في المخزون Pricing هنا كل ما يتعلق في التسعير والمبالغ التي نسعر منتجاتنا يمكن رؤية إذا نحن الأرخص والأقل والسعر التنافسي الأكثر في صفحة المبيعات لمنتجنا وكل ما يتعلق في التسعير يمكن رؤيته هنا من جديد أضافه إمكانية Automate Pricing يمكننا هنا إدارة الأسعار بشكل أوتوماتيكي أمازون يسعر المنتجات بالحد الذي نحدده له البند التالي هو Orders Orders يختص في جميع المبيعات التي تحصل في حسابنا يمكننا مراقبة جميع المبيعات التي حصل في حسابنا لأي سنة لأي فترة نريد يمكن رؤيتها هنا إذا يوجد أي مشكلة في بيع معينة يمكننا الضغط على Manage Orders ورؤية جميع المبيعات التي تحصل في حسابنا ومعالجتها ويمكننا استرجاع المال من هنا يمكننا التواصل مع المشترين أيضا من هنا فكل شيء يختص في المبيعات هو في Orders Advertising جميع الأشياء المختصة في التسويق والإعلان على موقع أمازون كتجار هي من خلال Advertising سيكون فيديو كامل عن طريقة التسويق الداخل على موقع أمازون لأنه يوجد عدة إمكانيات تسويق على موقع أمازون إما من خلال برنامج التسويق الداخلي إما من خلال إنشاء كوبونات إما من خلال Lightning Dears ويوجد عدة طرق تسويق أخرى سيكون شرح مفصل أكثر Stars هنا يمكننا إنشاء متجر ولكن لكي ننشئ متجر علينا أن نكون مارقة مسجلة أي علينا أن نكون شركة وأن يكون منتجنا لمارقة مسجلة فهذا موضوع أكثر متقدم Reports هنا كل ما يتعلق في التقارير من خلال تقارير الدفع من خلال تقارير المخزونة الذي ندينا إذا يوجد منتجات التي تضررت يمكن رؤيتها من هنا إذا نريد أن نرى أيضا كم عدد المبيعات التي حصلت في السنة الأخيرة من خلال Business Reports يمكننا معرفة ذلك Selling Coach يمكن رؤية عدة تدريبات أمازون يفعلها للتجار كل ما يتعلق في الضريبة طبعا لكل شخص الذي هو موجود من خارج الولايات المتحدة ليس عليه القلق من الضريبة لأنه الضريبة هنا هي فقط للأمريكانيين ف Reports هنا يتعلق في جميع التقارير بخصوص الدفع بخصوص إدارة مشروعي كل شيء واضح كل شيء مفهوم هنا فيمكن إدارة مشروعنا ورؤية كل شيء بوضوح من خلال Reports Performance هنا نرى أداء الحساب الخاص بنا من صحته ويمكن رؤية إذا الحساب على خطر أن يكون على حضر خطر حضر عليه أو إذا يوجد شكاوي هنا يمكن إدارة الفيدباكس الخاصة للحساب من هنا إذا يوجد Chargeback Claims إذا أشخاص الذي طلبوا بإرجاع المال Performance Centifications إذا أمازون أرسلنا إشعار مهم ويريد منه شيء معين يمكن رؤيته هنا Cellular University هنا أيضا نوع من برنامج تعليمي يمكننا التعلم عليه والبند التالي هو App Store أيضا رابط جديد أمازون حديث أضفوه وهو لموضوع أكثر متقدم B2B الحسابات الجديدة لن يكون لديها هذا الرابط B2B B2B اختصار ل Business to Business وهنا يمكن الاشتراك في برنامج B2B وبيع منتجات بكميات كبيرة لأنه يوجد الكثير من المشتريين على موقع أمازون التي تبحث بشراء منتجات بكميات كبيرة فهنا يمكننا إدارة مشروعنا كB2B بيع منتجات في الجملة وليس بالنفر انتبهوا أيضا هنا بخصوص هذه العلامة إذا رأيتم هذه العلامة معلمة باللون الأحمر ويوجد رقم هنا واحد أو اثنين عليكم الضغط على العلامة هذه ورؤية ما هي متطلبات أمازون هذا العلام هو performance notifications أداء الإشعارات لحسابكم على موقع أمازون إذا معلم باللون الأحمر أي أنه يوجد شيء خطير حصل على حسابكم وعليكم معالجته في الحال إياكم تأجيل ذلك أو الاستهتار في هذا العلام فهذا هو بخصوص الصفحة الرئيسية لموقع أمازون كما لاحظنا البرنامج بسيط وسهل نسبيا ويمكننا إدارة المشروع بشكل كامل من خلاله وسؤال لهذا الفيديو في أي عامل تواجه الصعوبة أكثر على برنامج الأمازون سيلر سنترل اكتب لي بالتعليقات إجابتك وسأحاول مساعدتك لا تنسى الاشتراك بقناة الأكاديمية والضغط لايك على الفيديو بالنجاح للجميع